موسيقى اخبار المنتظر من قناة من شباب نبدوها بأبرز العنوين ميليشي الحوثين الانقلابية تعطل تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة والحكومة تتهمها بالتلاعب وعرقلة الاتفاق قارة جديدة تسهدف آليات للميليشي الانقلابية بحجور في حجة وإتلاف الإغاثة يكشف عن استشهاد وإصابة أكثر من مئة من المدنيين ميليشي يكسر هجوما للحوثين بجبهة حان في الجوف ويكبد الميليشي خسائر فادحة في الأرواح والعتب موسيقى موسيقى من للتفاصيل حيث عطلت ميليشي الحوثين الانقلابية للمرة الثانية خلال أسبوع تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة وقال مظر حكومي إن خلافات داخلية بين الحوثيين عرقلت تنفيذ إعادة الانتشار بعد أن كان مقررا أن تتم العملية أمس الأحد في حين حمل الفريق الحكومي في اللجنة المشاركة الحوثيين مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق ويقضي الاتفاق بانسحاب الميليشي الحوثية مسافة خمسة كيلومترات من الميناءين بتزامن مع عملية نزع الألغام من المناطق المنسحة منها والتحقوق من ذلك وذكر مظر حكومي أن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بمدينة الحديدة سيتم بإشراف الأمم المتحدة وسيشارك فريق المراقبين في الحكومة الشرعية في التأكد من حقيقة مغادرة عناصر ومشرفي الحوثيين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم المزيد من التفاصيل حول تطورات الأحداث الأخيرة في الحديدة ورفض الحوثيين الانسحاب من ميناء رأس عيسى والصليف ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي سامي الأهدل إذن سامي الأخبار تقول بأن الحوثيين عرقلوا مسألة تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب والتي تقضي من انسحابهم من ميناء رأس عيسى والصليف مسافة خمسة كيلو مترات على الرغم من تحذيرات مجلس الأمن هذه المرة لمعارقلي تنفيذ الاتفاق ما الأسباب هذه المرة التي تعذر بها الحوثيون نعم في الحقيقة لا نستطيع أن نحمل طرفا ما برعينه على ثلث هذا الانسحاب لكن الذي حدث أن مايكل ينسجاد كبير المراقبين في الحديدة ورئيس لجنة التنفيذ الأممية طلب من الطرفين عقد اجتماع بعد تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى أي بعد انسحاب الحوثيين من ميناء الصليف ورأس عيسى طلب الجنرال الهولندي أو الديماركي عقد اجتماع قبل انسحاب القوات الحكومية من المنفذ الشرقي الذي يؤدي إلى مقاحن البحراء الأحمر هذا الطلب جاء لضغط من الحكومة الشرعية التي رفضت في الحقيقة الانسحاب أو أي انسحاب عذكري قبل الاتفاق على القوة الأمنية والسلطة المحلية التي ستدير الحديدة خشية أن ينقلب الحوثيون على هذا الاتفاق بعد الانسحاب ويرفض القبول بأي سلطة محلية أو القوات الأمنية التي كانت قبل عام 2014 يعني الحكومة والفريق الحكومي أصر على موقفه بعدم الانسحاب من المواقع التي يسيطر عليها ما لم يتم الاتفاق على المرحلة الثانية التي تقضي من هي القوة التي ستتسلم المناطق والموانئة التي سينسحب من الحوثيون بالضبط طيب الآن فيما يتعلق بردة فعل الأمم المتحدة وأيضا رئيس المراقبين الدوليين مايكل لوليسغاد ما الذي ستتاخذه الأمم المتحدة الآن جراء عدم تنفيذ هذا الاتفاق من المرحلة الأولى حتى نكون واضحين دور الأمم المتحدة في مسألة اتفاق الحديدة ثور ربما كان هو ثبت في هذا التعقيد أيضا الأمم المتحدة طرحت الزنوز بشكل غامض ولم تشير بشكل واضح إلى القوة الأمنية والسلطة المحلية التي ستدير الحديدة ما جعل هذا الاتفاق يواجه كل هذه التعقيدات وكل هذه الصعوبات وزاد من الفجوة فجوة تحكم الشقة بين القوة الحكومية وبين الفوثيين في الحقيقة الحكومة الشرعية لا تفضل انهائيا بانتزامات الفوثيين ويخشون أن يستغل الفوثيون انتحاب القوات الحكومية لتنفيذ عملية ما ويرفضون بعد ذلك تسليم المدينة والموانئ لسلطة محلية محايدة يتفق عليها طرفان الأمم المتحدات الحقيقة لن تستطيع تقديم أي شيء نحو هذا الاتفاق أو الحل هي في الحقيقة حتى الآن تزيد المسألة تعقيدا فقط لكن على الرغم من ذلك كان الاتفاق أن يتم يوم الأحد أي بالأمس تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب وذلك أعطى إشارة بأن الفريق الحكومي أيضا وافق لكنه حاليا بعد أن تم عرقلة هذا الاتفاق يتهم الحوثيين بالتسبب بعرقلته ما هي وجهة نظر الحكومة في هذا الاتهام الحكومة الشرعية هي تعلم أن الحوثيين يحاولون اجتغلال أي تراجع أو أي رفض من الحكومة حاليا الحوثيون يبررون عدم الانسحاب أو عدم تنفيذ الانسحاب اليوم في ميناء الصليف وميناء راسية بمضرر أن الوليسيار طلب عقد اجتماع لكنهم طلبوا من الرجل أن يوضح أو أن يتحدث عن الأجهزة والنقاط التي سيبحثها هذا الاجتماع لكن يبدو أن الفريق الأممي رضخ للضغوط الحكومية وقبل بمسألة عقد اجتماع وطلب من الحوثيين ذلك لكن الحوثيين رفضوا هذه النقطة أي رفضوا مراقع أي ضحف أي نقطة في هذا الاجتماع قبل انسحاب القوات الحكومية من المنصد الشرقي في الحقيقة أكبر معقد في الحديدة التصاق الحديدة الآن وفي تحديات العمليات العسكرية تتصاعد مع كل التعثر للعملية السياسية في الحديدة تشتعل المعارك اليوم اشتعلت المعارك بشكل كبير في مدينية الحيثة وفي مدينية الحيثة الحوثيون هدموا مواقع القوات الحكومية هناك أيضا المدينة اليوم لم تكن هادئة ما شهدت خلال اليومين الماضية كان هناك الكثير من الكربات العسكرية في منطقة سيلو 16 في ظل استعدادات الموظفين المدنيين في الحديدة الذين ستدون عملية تسلم رواتبهم اليوم بحسب الاتفاق الذي نصع على أن تسلم الحكومة الشرعية رواتب كامل الموظفين في الحديدة إذن بالتزامن أيضا مع الحديث عن العمليات السياسية فيما يتعلق باتفاق السويد جرت هناك عمليات عسكرية وأنت ذكرت أيضا العمليات العسكرية التي جرت جنوب محافظة الحديدة كانت هناك أيضا قضائف هون سقطت على القوات الحكومية المشارف الواقعة والمتمركزة على مشارف مدينة الصالح إذن هذه التطورات العسكرية وفشل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق هل له عواقب على المعرقلين لهذا الاتفاق؟ العواقب لم تأتي من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي في الحديث الأمم المتحدة هي إن لم تكن متواطئة فلنقل متراقية في التعامل مع السوفيين أو في التعامل مع الجميع بحجم حتى الآن هي تبقى التعقيد أيضا هذه الزخاوة في تطبيق القرارات الدولية والأممية تشجع الجميع على استمرار في الخلقات العسكرية والاستمرار في رفض الانتزامات الفياسية التي قدمها الطرفان في ستوك هولم وفي لقاءات الحديثة بفيادة الجنرال الدمائقي لولسدان كل المؤشرات تشير أو تتجه نحو وجود دولي ربما هو الوحيد القادر على فصل هذه المشكلة أي أن الأمم المتحدة تريد أن يستمر هذا التعقيد حتى تفرض على الجميع قوات دولية وسلطة دولية على الحديث وعلى موانئها تصحب وركة الحديثة من تحت بساطة الجميع لتتحول هذه الورقة لورقة دولية وإقليمية لا يجب أي تأثير للأطراف الجميع فيها إذن ربما هذا السيناريو الذي ذكرته سامي هو الأقرب للتنفيذ إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في الحديثة أشكرك جزيلا شكر الصحفي سامي الأتل بازلنا في الحديثة أيضا حيث كثفت ميليشة الحوتيين من قصفها على مواقع الجيش الوطني في المدينة والريف الجنوبي للمحافظة تزامنا مع إعلان انسحابها من ميناء صليف ورأس عيسى وقال مصدر عسكري إن مواقع الجيش في شرق الحديدة وتحديدا على مشارف مدينة الصالح تعرضت لقصف بقذائف الهون بشكل كثيف وسبق هذا أن قصفت ميليشة الحوتيين مواقع الجيش شرق مدينة الحديدة وفي منطقة كيلو 16 وشرق الدوريهمي وقال تلوية العمالقة في بيان إن هذا التصعيد يعد إشارة واضحة وصريحة تعبر عن إرادة ونوايا الميليشة الحوطية الهدفة للالتفاف على مطمون اتفاق إعادة الانتشار التي يشرف عليها الجنرال الدنمركي لولزكارد ننتقل الآن إلى صعدة حيث قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشة الحوتيين في قصف لطيران التحالف العربي استهدف منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرا تدريبيا تابعا للإنقلابيين في منطقة الغول القريبة من مركز مديرة كتاف شمال شرق المحافظة يأتي هذا بعد أن فرضت وحدات من الجيش سيطرتها على سلسلة جبال عمبان وجبل الحنكة وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز مديرة كتاف أسفرت المعارك عن مقتل عشرين وجرح آخرين من مسلحي الحوتيين في ملاذ الباقون بالفرار تاركين مواقعهم وأسلحتهم وعتادهم وجثث قتلاهم مرمية على الجبال والوديان أما في الضالة فقد قتل وأصيب أحد عشر من عناصر ميليشة الحوتيين الإقلابية بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني في جبهة الحشة غرب المحافظة وقال مصدر عسكري إن الجيش سهدف بقصف مدفعي في ساعات متأخرة من مساء الأحد تعزيزات تابعة للميليشة في أطراف منطقة الطاحون الواقعة جنوب غرب مديرة الحشة وأسفر القصف وفقا للمصدر عن مسرع سبعة من عناصر الميليشة وجرح أربعة آخرين وتدمير عربة قتالية ذات دفع رباعي خلف هجوم مدفعي للجيش عشرات القتلى والجرح في صفوف ميليشة الحوتيين بجبهة نام شرق صنعاء وقال مصدر الميداني إن الجيش شن قصفا مدفعيا سهدف تجمعات وتعزيزات للميليشة في منطقة قرن قرن أذياب في منطقة حريب وأكدت أو ذكر المصدر أن قتلى وجرح من الميليشة سقطوا في القصف وتم تدمير حدد من الأليات التابعة لها وكانت قوة الجيش الوطني قد أحبطت السبت محاولة تسلل للميليشة في منطقة حريب نام عقب معارك تكبد فيها المتمردون قتلى وجرح في صفوفهم أما في الجوف فقد شن الجيش الوطني هجوما مدفعيا وصاروخيا سهدف تجمعات لميليشة الحوتيين في مواقع الغدير بجبهة حام في المحافظة وقالت مصادر ميدانية لقناة يامن شباب إن الهجوم أحبط محاولة هجوم كانت تستعد الميليشة لشنه على مواقع الجيش في الجبهة وبحسب المصادر فإن هجمات مماثلة للميليشة تمكن الجيش من إفشالها خلال الفترات الماضية وكانت قد دارت بالأمس معارك عنيفة في جبهة العقبة تكبدت فيها الميليشة الحوثية قسائرة فادحة في الأرواح والعتد فادت مصادر طبية أن أربعين من ميليشة الحوثيين لقوا مصرعهم وأصيب سبعون آخرون خلال معارك اليومين الماضيين في مناطق حجور بمحافظة حجة وأدارت معارك عنيفة بين الجانبين في منطقة العبيسة شرق مديرة كشر في وقت شن الحوثيون قصفا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قرى القيم والحديتين في العبيسة وشنت ميليشة الحوثيين المتمركزة في قلعة بني موسى قصفا آخر استهدف منازل السكان في قرية السودة في بني شهر شمال غربي كشر وللحديث عن آخر التطورات الجارية في حجة ينظم معنا بداية المقدم بندر المهدي رئيس الدائرة الإعلامية في المنطقة العسكرية الخامسة للتحدث عن أوضاع العسكرية هناك وأيضا هادي وردان محامي والناشط الحقوقي للتحدث عن أوضاع الإنساني لكن دعوني أبدأ مع المقدم بندر إذن سيد بندر كيف هو الوضع العسكري حاليا في حجور في ظل السمرار المعارك الدائرة هناك تحية لك تحية لأستاذ المشاهدين ما يجري في حجور خلال الأسابيع الماضية الميليشيات حشدت حشود كبيرة وهناك تقديرات موجودة لدينا تم الحصول عليها مؤخرا الميليشيات حشدت أكثر من أربع ألف مقاتل ومئة سين طاقم وعشر دبابات وعشرين عربة مدرعة وخمسة مدافع حاوزر وعدد من الهاوانات وعشرات المعدلات والرشاشات الميليشيات أرادتها حسما وحسن نهائي مع قبائل حجور التي خلطت معها حروب سابقة وأرادت لهذه الحرب أن تكون هي الحرب النهائية إن صح التعبير غير أن كل هذه الحشودات بلغت ضروتها يوم أمس حيث استمرها بهجوم من جميع المحاور لأكثر من عشر ساعات تخدمت الميليشيات فيها كل الوسائل إلا أنها بأت بالفشل أما على الوضع الميداني اليوم أيضاً الميليشيات بعد هجوم أمس كان هناك هدوء حذر منذ الصباح اندلعت اشتباكات يعني جديدة وتجدد القصف على قراءة العبيسة وطبعاً بالسلاحة الفقيلة وذلك تماماً الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم أيضاً على الوضع الميداني أيضاً نفذ طيران التحالف العربي خلال 12 الساعة الماضية أكثر من عشر غارات مركزة كان آخر هذه الغارات الساعة الواحدة أيضاً بعد ظهر اليوم حيث استهدف عربة حاملة للذخائر وكذلك تجمعات للميليشيات في منطقة القرعة شرق العبيسة طيران التحالف العربي يقوم يعني عنصر فاعل أو عامل فاعل في معركة حجور حيث يسانس قبائل حجور سواء بالإنزال الجوي أو سواء بالتحليق المستمر للتعامل مع الميليشيات التي تضرب بالمدفعية وتضرب بالدبابات والمدرعات مدن وقراء قبائل حجور طيب فيما يتعلق بهذه الأحداث الأخيرة والمجريات التي ذكرتها سيد بندر يقول البعض بأن زعيم ميليشي الحوثين عبد الملك الحوثي كان قد أعطى لمقاتلي 48 ساعة ليسيطر على حجور وهذا ربما يفسر الهجوم العنيف الذي شنه الحوثيون هل استطاعت قبائل حجور الصمود وصد كل الهجمات وعدم خسارة أي مواقع كانت تسيطر عليها تماما تماما أخي الكريم ما ذكرناه من إحصائية سابقة تعززت خلال اليومين الماضيين بنزول القيادة الميدانية الكبيرة التي تمثل أقطاب رئيسية لدى الميليشيا منهم أبو علي الحاكم والمداني وغيره من القيادات العسكرية الميدانية التي يرسلها السيد الكهر غالبا في المواقف الصعبة والحارجة لحسن المعارك إلا أن أبطال حجور تصدوا لهذه الهجمات وكان يوم أمس كان يوم أسود تماما يوم أمس تجلت قبائل حجور يوما سيخلد ملحمة بطولية سيخلدها التاريخ حيث تصدت لأربع هجومات في مختلف الجبهات في نفس اللحظة وفي نفس الوقت وانكثرت الميليشيات وهي في جر أرياض الخيبة وكانت لقبائل حجور وأبطالها يعني مواقف كبيرة إذن هل لديك إحصائيات نعم سيد بندر هل لديك إحصائيات عن خسائر الحوثيين في هذه المواجهات الأخيرة التي صد من خلالها قبائل حجور الهجمات المتكررة للحوثيين يوم أمس رغم كل الهجوم الذي حصل لم تستطع الميليشيات أن تتقدم شبرا واحدا انكثرت في كل الجبهات ولم تحقق أي اختراك في كل الجبهات طيب الآن نتحدث عن دور المنطقة العسكرية الخامسة والتي أطلقت عمليات عسكرية باتجاه حارض وربما مستبع يقول البعض هل ما زالت القوات العسكرية هناك مستمرة وهل الإنزال الجوي الذي يقوم بالتحالف كافي لقبائل حجور بمادها بالسلاح وربما الإمدادات الطبية وتموينات التي يحتاجونها ما أحب أن تعلمه ويعلمه السادة المشاهدين أن كل عمليات التحالف التي يعزز بها موقف قبائل حجور والتي هي لاعب فاعل ومؤثر في معركة حجور حتى اللحظة هي تدار وبتنسيق كامل من المنطقة العسكرية الخامسة ومن مركز العمليات المشتركة في المنطقة يعني في التحالف العربي وبالتالي جهود المنطقة العسكرية الخامسة هي على الأرض موجودة وأبطال حجور يعرفون هذه الحقيقة ويدركون أن كل ضربات للطيران هي بتنسيق كامل مع قيسة المنطقة العسكرية الخامسة وبمتابعة حتيسة يعني من قيسة المنطقة العسكرية الخامسة يعني العمليات العسكرية خاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة ما يجري فيه حجور هو جزء من عمليات المنطقة العصية الخامسة بالتنسيق مع الأخوة في التحالف العربي هذا ما يتعلق بالصقور الجو ما يتعلق على المنطقة العصية الخامسة حتى يكون أيضا المشاهدين في إطلاع لم تقف متفرجة هي تخوض عمليات قتالية مستمرة بمختلف الأسلحة وعلى مختلف المواقع ويعني العمل يعني كثير من بكل أسف يعني التعليف كثير عن المنطقة العصية الخامسة بأنها لم تتقدم هناك تقدمات موجودة لكنها حرب وذكرت يعني في مداخلة سابقة معكم يعني الجيش يقف على مشاعر الصنعاء إلا أن طبيعة الحرب يعني لا يقاس بالساعات حتى البعض يظن أن يعني أبطال المنطقة العصية الخامسة هم يعني صدورهم قبل صدور أبنا حجور ومعركتنا واحدة إلا أن طبيعة الحرب تفرض علينا أن يكون عامل فاصل نعم الوضع الحقيقي ليس كما يظنه البعض وهم بعيدون عن الميدان لكن الواقع في الميدان مختلف تماما كما شرحت الآن إذن أشكرك جزيلا شكرا المقدنم بندر المهدي رئيس دائرة الإعلامية بالمنطقة العسكرية الخامسة وأعود إلى سيد هادي ليحدثنا عن الوضع الإنساني في حجور سيد هادي أريد أن أسألك عن الوضع الذي يعيشه سكان حاليا في حجور نعم الوضع الإنساني في منطقة حجور وخصوص المديرية كشر وضع إنساني معقد وضع إنساني بغاية يعني ما يمكن أن يوصف حالة إنسانية مساوية هناك حصاف مبتق هناك يعني زوح في قرأ الذي يتم استهدافها من قبل الحوثيين هناك كف مستمر هناك صواريخ مختلفة هناك كواديش هناك هاونات تضرب بشكل على مدار يعني الوقف الحوثيين يمارسون على هذه المنطقة أشد أنواع الكف والاعتداء وفي صواريخهم الانتهاكة تحصل في مناطق حجور يعني مسابق عقار بالساعة لم تتوقف هذه الاعتداءات على مناطق مديرية تشر منذ الاعتداء وخصوصا في اليومين الأخيرين هناك حصار ربق هناك اعتداء على البيوت وعلى المنازل هناك منع حتى لخروج النازحين هناك تقاليم أيضا تقول أن مئة مدنيين قتلوا في جراء القصف الذي يشنوا الحوثيون على هذه المديرية وهناك حركة نزوح واسعة هل يمكن أن توضح لنا صورة الإنسانية حاليا؟ في حجور فيما يخص نزوح وأوضاع السكان طبعا النزوح هو بحث عن الحياة فقط النزوح ينزحون من المكان من نزوح إلى نزوح آخر لا يسمح تنطلقون إلى منطقة آمنة خارج حجور هم نازالوا الآن في حجور ينزحون عن المنطقة يتم قصها وينتقلون إلى منطقة أخرى يأتيهم القصر ويعودوا إلى تلك المنطقة بحثا عن الحياة الوضع في كشر وضناي ووضع مختلف ووضع يعني كارثة إلا تتدخل المنظمات الإقاطية إذن وضع مروع نعم وضع مروع يعيشها سكان هل هناك وقد تحدثت عن منظمات الدولية هل هناك منظمة محلية حتى أو دولية دخلات لمساعدة المواطنين وتزويدهم بالغذاء واللوازم التي يحتاجونها لا يجب هناك المنظمة المحلية والمنظمة اللغابية التابعة للأمم المستحدة ومركز للغذاء العالمي التابعة للأمم المستحدة متواجد في الميدان في محافظ الحجة لكنه لا يمر بأي تحرك لكنه لا يحقق ذاكنا بالدخول إلى هذه المنظمة ومن الإمكانيات التي يمتلكها الدخول من خلال الصغط على ميليشيا الحوثي لتوفير ملاء الممر آمن لدخول المواد الضغائية وإخراج المدنيين من النساء والأطفال لكنهم من الأسف الشديد وادفين بموقف يعني لا يشرف الأمم المتحدة كأعلى مؤسسة إنسانية ينظر إليها الجميع باحتبارها هي الرعي والملاذ للناس لكن تجف موقف يعني غير مشرف ولا تعمل إلا وفق الحياة طيب الآن الآن ميليشيا الحوثيين ما زالت تحاصر حجور لأشهر وتمنى عنهم دخول المواد الغذائية وما إلى ذلك وإذن حتى صاهرج المياه منعتها من دخول مناطق حجور كيف هو الوضع بالنسبة للمسلزمات الغذائية والمياه التي يحتاجها السكان حاليا؟ جميع ما كان يمتلكه أبناء حجور من المواد الغذائية ومخزون محجود كما نفاذا السنفيدة كل ما لديهم الوضع الإنساني في حجور كما ذكرت لك معقد لا توجد أي مواد إغاثية سوى ما كانت يستحالف بإنسان بعض المواد الغذائية التي لا تغطي مديرها يطلق مديرها أصدق محجود الوضع يعيشوا عالم أساوي الآن يشرفوا من البرك ومن إذنها لا يصحر الشرق بعد أن نرع الحوزين المنرات تقصدهم لا فيها منطقة هي منطقة جبلية مستفعة لا يوجدها أي غير أي منابع للماء ونجدها مشاريع مياه وصلت منطقة حاعم من جهة الغرب ومنطقة سبوادي إذن وصلت الصورة سيد هادي نعم وصلت الصورة سيد هادي وردان المحامي والناشط الحقوقي أشكرك على كل هذه المعلومات والتفاصيل التي أوردتها في مداخلتك وننتقل إلى مكان آخر حيث صعدة فقد سيطرت قوات الجيش على مناطق جديدة بمحور كتاف بعد معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثيين وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني بمحور كتاف حررت مساء أمس السبت سلسلة جبال عمبان وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز المديرية بعد عملية واسعة ووضح أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين فيما لهذا البقية بالفرار تاريكين مواقعهم وجثث قتلاهم مرمية في الوديان والجبال وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من مروحيات التحالف مستمرة في عملياتها العسكرية بمحافظة صعدة حتى يتم تحريرها بالكامل من الميليشيات الحوثية أفاد مصدر طبي أن 12 جنديا حكوميا استشهدوا وأصيبت نحو 57 آخرين بقصف مدفعي شنه الحوثيون على سوق مديرة البقع أمام منفذ الخضراء على الحدود مع السعودية في محافظة صعدة وشنت ميليشي الحوثيين قصفا مكثفا بقذائف الهون من مواقعهم في جبال رشاحة على السوق الذي تجمع فيه الجنود من عدة ألوية لشراء القات ظهر الأحد وذكر المصدر أن من بين الجرحى ضباط في الجيش ومدنيين اثنين ومدنيين اثنين وطبيبا ثالثا تم إسعافهم إلى مستشفى الشرف في المديرية ومستشفى الملك خالد داخل الأراضي السعودية هذا وقالت وكالة سبا إن العشرات من المدنيين سشهدوا وأصيبوا في قصف شنه ميليشي الحوثيين الانقلابية على سوق البقع في محافظة الصعدة وأجرى نائب الرئيس الفريق الركنع لمحسن صالح اتصالا هاتفيا بقائد محور صعدة العميد عبيد الأثلى للوقوف على نتائج الهجوم وبحسب سبا فإن القصف خلف ضحايا من مرتدي سوق وبائع نمتة القات وقال الفريق محسن إن الحادثة تعزز من صورة الإرهابية والدموية لميليشي الحوثيين التي لا تتورع عن قتل وسفك دماء اليمنيين بشكل يومي وارتكاب مختلف الانتهاكات بحقهم وأكد نائب الرئيس أن عزيمة اليمنيين قادرة على ردع هذا السلوك الإجرامي السشدى وأصيب مدنيان شقيقان جراء انفجار لغم زرعة ميليشي الحوثيين في مديرة والدربيع بمحافظة البيضاء وقالت مصادر محلية إن مدنيا يدعى أحمد عبدالله أحمد الشاهري السشدى وأصيب شقيق حسين بجروح مختلفة في انفجار لغم زرعة الميليشي الحوثية في الطريق بمنطقة عبل الشواهر في قيفة مديرية والدربيع وأودت الألغام الحوثية بحياة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء في المناطق التي تم دحرهم منها في البيضاء شيع اليوم في محافظة مأرب كوكبة من شهداء الجيش الوطني بينهم الشهيد العميد أحمد أبو هادي ركن عمليات اللواء أول قوات أخاصة عمليات محور حرض الذي استشهد في جبهة حرض بعد حياة حافلة بالكفاح والنضال ضد ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية أرتق العميد أحمد أبو هادي شهيداً ليلتحق برفيق دربه الشهيد عبد الرب الشدادي الذي سطر معه أروع الملاحب البطولية ابتداء من المطايح نخلا ومعركة دحر الميليشيات من أطراف مدينة مارب مروراً بالجفينة والسرواح والمخدرة نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويقفر لهم ومن أجل الوطن حتى نستعيد بلادنا ووطننا من المقتصبين الإنقلابين الرافضة رفضت إيران سنقدم الشهدات والشهداء نحن وأولادنا وأحفادنا اليمن عصية اليمن لا يمكننا نتنازل عن تاريخها ولا نتنازل عن أرضنا سنقدم الشهداء ثلو الشهداء من الأب إلى الولد إلى الحفيد حتى يعاد اليمن لأهل الحقيقين والعقيد أحمد أبو هادي هو ثالث أخوته والثالث عشر في أقاربه بنعمه ونحن سعدع ما قدمناه وسنقدم منذ الوهلة الأولى أختار الشهد أبو هادي الإنحياز للوطن والوقوف في مواجهة مشروع التمرد والإنقلاء فعرفته جبال وسهول اليمن رجلا مناظلا لا يرضى بالخنوع أو الذل ابتداء من الحروب السيد مرورا بعمران وحجور وصنعاء ثم التحق برقب المقاومة في مأرق منذ بداية تأسيسها وشارك في معارك ميدي ليلقى ربه شهيدا في جبهة حرب من أجل أن يحيى أبناء الوطن بحرية وكرامة طبعا هنا اليوم لا نقول نودع الشهداء بل نقولهم أحياء أحياء معنا بالهدف الذي استشهدوا من أجله وهو من أجل الدين والوطن والأرض واليمن الشهداء اليوم هما استشهدوا من أجل تحرير أبناء اليمن كامل يدافعوا عن أرض اليمن كامل وليست منطقة معينة وليس من أجل حزب أو مذهب أو من أجل طائفة أو سلالة هما استشهدوا لأن هدفهم هو تحرير الوطن استرداد اليمن إعادة مؤسسات الدولة رحل العميد أبو هادي بعد أن أذاق الحوثيين الويلات في كل جبهات القتال كيف لا وهو من قبيلة حجور البطولة والفداء التي ظلت عصية على المشروع الإمامي وها هي اليوم تسجل وتضرب أروع الأمثلة لشموخ أبناء حمير وقحطان الضاربة جذورهم في أعماق التاريخ رشاد النواري يمن شباب مأرب إلى موضوع آخر الآن حيث شدد الرئيس عبد الرب منصور هادي على أن أي حل شامل للوظف في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحا دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج وقال الرئيس هادي في كلمة نلقاه خلال القمة العربية الأوروبية المنعاقدة في القاهرة إن الحكومة اليمنية لا تقبل خيار الفشل لأنه سيقود إلى مزيد من المعاناة داعيا إلى المراقبة الدولية لمدى التزام الميليشي الحوثية لتحقيق السلام الذي طال انتظاره وطالب هادي القمة العربية بالوقوف بحزم أمام التدخلات والأطماع الإيرانية السافرة في اليمن متهما إيران بتوجيه الحوثيين للانقلاب على الدولة ودعمها بالمال والسلاح وسعيها لإطالة أمد الحرب وعرقلة جهود السلام واستخدام الأراضي اليمنية منصة لإطلاق الصواريخ الإيرانية الصنع التي لا تستهدف أو التي تستهدف السعودية وأكد الرئيس هادي أن التطورات والظروف الراهنة في اليمن تستدعي سمرار وتكثيف التعاون الأوروبي العربي دعما لليمن واليمنيين من أجل سعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتمكن الحكومة اليمنية من القيام بوظائفها الدستورية والضغط على الميليشيا الحوثية الإيرانية للاحتكام للقرارات الدولية من خلال نزع سلاحها والعودة للعملية السياسية على أساس المرجعيات وفي هذا السياق شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية وإجبار الميليشيا الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وأكد الملك سلمان على الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المرجعيات الثلاث مشيرا إلى أن بلاده بذلت جهودا جبارة في سبيل إنجاح مشاورات السويد داعيا إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة وحمل العاهل السعودي ميليشيا الحوثيين المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن مشيرا إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر والتي تشكل تهديدا مباشرا وخطيرا للأمن العالمي قال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني أن فريق الرقابة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي يرفضون التعاطي مع مقترح الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة بإخراج كميات القمح المخزنة في صوامع مطاحن البحر الأحمر والمساعدات الإنسانية عبر الممرات الأمنة الواقعة ضمن سيطرة الجيش من المطاحن جنوبا حتى مديرة الخوخة وأكد الوزير الإرياني في تغريدة على حسابه في تويتر أن السمرار فريق الرقابة الدولية في رض المقترح الحكومي بخصوص الممرات الإنسانية الآمنة رغم تعثر أو تعنت الميليشيا الحوثية في تنفيذ باقي المقترحات ورفع الألغام في حي سبع يوليو أو كيلو ستة عشر يثير الكثير من علامات الاستفهام هذا ومن المقرر أن تبدأ ميليشيا الحوثيين اليوم الاثنين سحب عناصرها من ميناءي الصليف وراث سعيساء بعد أن تأجل ذلك ليوم واحد بسبب عدم نزع الميليشيا للألغام التي زرعتها في الميناءين ويأتي الانسحاب كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار التي اتفقت عليها الحكومة وميليشيا الحوثيين تمهيدا لتنفيذ بنود اتفاق السوكولم كاملة أعلن المركز الأعلامي للبنك المركزي اليمني وصول الموافقة على السحب من الواديعة السعودية للدفعة السابعة عشر المخصصة للمواد الغذائية الأساسية بمبلغ تسعة وخمسين مليون وخمسمائة ألف دولار حسب الاعتمادات المسندية المقدمة عبر عدد من البنوك التجارية والإسلامية في جميع محافظات البلاد وقال المركز الأعلامي في بيان إن الواديعة السعودية المقدرة بملياري دولار مخصصة للاعتمادات المسندية للمواد الغذائية الأساسية وأضف أن سعر المصارف للاعتمادات المسندية ثابتة حسب أسعار العام المنصرم ألفين وسبعة عشر بقيمة أربعمائة وأربعين ريالا للدولار الواحد وأختر البنك المركزي جميع البنوك المتقدمة لطلب تغطية اعتماداتها الخارجية بتوجه إلى البنك المركزي للاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المسندية خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين تعهد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبو بكر ثقاف بكشف منابع الفساد وهو التعهد الذي يأتي بعد أيام على اغتيال المراجع القانوني في الجهاز فيصل ضبيان وقال الثقاف خلال لقائه محافظة عدن إن العملية التي استهدفت ضبيان لن تتنين عن كشف الفساد والفاسدين وأضف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن حادث تغطية للمراجع القانوني قامت به عناصر إرهابية تسعى إلى استمرار الفوضى هذا وحذر مسؤولون في عدن من أزمة حقيقية يواجهها قطاع التربية والتعليم بالمحافظة خاصة بعد حرب العام 2015 التي شن الحوثيون على مدن المحافظة وأشر رئيس شعبة التعليم العام في عدن نبيل عبد المجيد إلى انتشار ظواهر سلبية تهدد العملية التعليمية مثل انتشار السلاح والعصابات المسلحة وتعرض مدراء المدارس والمعلمين للإرهاب والتهديد من قبل الطلاب وبعض أولياء الأمور بهدف السمح لهم بالغش في الامتحانات أو القبول بغيابهم طيلة العام ومن ثم رفعهم للمساوى الثاني أو التالي أفوا وتحدث مدير عام مديرة البريقة هاني اليزيدي خلال ندوة حول التعليم نظمت الحركة المدنية الديمقراطية التي يرأسها في عدن عن تجريف التعليم في مدارس المحافظة بسبب ما يعرف بظاهرة المعلم البديل والتي يعمد فيها المدرسون بوضع بودلاء عنهم وانشغالهم بأعمال أخرى خلف حريق شب في حي سكاني بمدينة عدن خسائر مادية كبيرة دون وقوع أي ضحايا وتفقد محافظ عدن أحمد سالم ربيع مع مسؤولين في المحافظة الموقع الذي شب فيه الحريق بإحدى المباني الكبيرة بحي القطيع والقريبة من البنك المركزي اليمني وأشهد سالمين بجهود فريق الإطفاء والأهالي في إخماد الحريق خلال الساعتين هذا وناقش محافظ عدن مع مسؤولين محليين وآخرين في البنك المركزي فتح الطريق الواقع أمام مقر البنك وذلك بعد أن أعاق إغلاقه وصول عربات الإطفاء إلى موقع الحريق في ظل وضع بيئي متدهور أحيى صندوق النظافة وتحسين بسحل حضرموت اليوم الوطنية للبيئة بمهرجان فني عزز من خلال فقراته أهمية الوضع البيئي على صحة المجتمع المزيد في هذا تقرير أغلب الأحيان نحتفل في بلادنا بمناسبات لا تمت للواقع بأدنى صلة فمع تكدس أكوام القمامة والمخلفات في شوارع المكلة وبقية مديريات المحافظة إلا أن ذلك لم يمنع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت من الاحتفال باليوم العالمي للنظافة وكأنها صارت مناسبة توجب الاحتفاء بها ولو لم نستشعر القيمة الرمزية التي تعنيها هذه المناسبة بجعل مدننا وشوارعنا أكثر نظفة نحن نسمع الآن في الأسبوع هذا أنه في أسبوع النظافة بالمديرية المكلة مع الأسف مع أنه الشوارع المكلة مكدسة بالقماية في جميع الشوارع المكلة بشكل عام ولم نرى هناك أي اهتمام لماذا لا تصرف المبالغ هذه في شراء مدنة صناطيق للنظافة وتوزع على جميع مراكز مدينة المكلة ثانيا لماذا نسأل ما تصرف المبالغ هذه العمال النظافة العمال الذي يؤديه واجب مش بوسيط ولا يستعمبه تقدس المخلفات في الأحياء وتراكمها كان ولا يزال يمثل أهم التحديات التي تواجه المواطنين إذ يؤدي عدم إزالة تلك المخلفات بصورة سريعة إلى التسبب بانتشار الأوبئة والأمراض هذا من غير الحديث عن الأضرار البيئية الأخرى صندوق النظافة يقوم بعمل لكن هل هذا العمل يؤدي واجبه؟ هل هذا العمل يقام؟ نحن نرى أن القمامة مقدسة في أكثر من المكان لكن المسؤولية ليست مسؤولية العاملين في هذه النظافة المسؤولية الأولى على المباشرين على المشرفين على هذه النظافة كل شيء تلوث البيئة حتى على صوات المزعية هذه حق السيارات والسياكل الضوضاء يزو من التلوث البيئة الاحتفال بيوم النظاف العالمي يأتي وشوارع المكلة لا تسر النظرين بالذات إذا كانت محافظة حضرموت تشكل المنزل الآمن للهاربين من الحرب وأثرها وهو ما يحتم على الجهات المختصة استقبالهم بشوارع نظيفة بذلا عن الاحتفال بيوم لا نؤدي الغرض منه معتز النقيب لقناة يمن شباب المكلة في نهاية النشرة لكم التذكير بأبرز ما جافية ميليشي الحوطين الانقلابية تعطل تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة والحكومة تتهمها بالتلاعب وعرقلة الاتفاق غرة جديدة تستهدف آليات للميليشي الانقلابية بحجور في حجة واتلاف الإغاثة يكشف عن استشهاد وإصابة أكثر من مئة من المدنيين والجيش يكسر هجوما للحوطين بجبات حام في الجوف ويكبد الميليشي الخسائر فادحة في الأرواح والعتاد مشاهدين كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة أشكركم على الطيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة